اشتركوا في القناة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب صف الثاني عشر أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين والتي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثكم المعلم محمد إحيسكيك معلم مادة التربية الإسلامية من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين نلتقي اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر وعنوان درسنا لهذا اليوم هو التحاكم لشرع الله عز وجل أي اليوم نتمم هذا الدرس حيث بدأنا وشرعنا في شرحه في الحلقة السابقة تحدثنا في الحلقة السابقة عن محاور أربعة تحدثنا عن إتقان قراءة هذه الآيات ثم تحدثنا عن معاني المفردات ثم تحدثنا عن مكانة القرآن بين الكتب السماوية ثم ختمنا شرحنا بالحكمة من تعدد الشرائع اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن عدة محاور مهمة أيضا سنتحدث في المحور الأول أن جميع أو دعوة الله عز وجل لجميع الأمم إلى المصارعة في التصديق بالقرآن الكريم ثم نتحدث في المحور الثاني عن وجوب التحاكم لشرع الله عز وجل ثم نختم في محور ثالث عن التحذير من الإعراض عن حكم الله عز وجل وقبل أن نبدأ في هذه المحاور نقرأ الآيات للكريمات مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نبدأ الآن في محورنا الأول في هذا الدرس وهو دعوة الله عز وجل لجميع الأمم إلى المسارعة في التصديق بالقرآن الكريم والآية الدالة على ذلك هي فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نأتي إلى شرح هذه الآيات والمعاني المستفادة منها النقطة الأولى يأمر الله عز وجل في هذه الآية الناس جميعا بالإسراع إلى شريعة الإسلام والعمل بما جاء في القرآن من أحكام النقطة الثانية يبين الله عز وجل أن مصير الناس إليه يوم القيامة فيحكم بينهم فيما اختلف فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين إذن المراد من قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي سارعوا في التصديق بالقرآن الكريم وهذه قد تأتيك في معاني المفردات معنى فاستبقوا الخيرات أي سارعوا في التصديق بالقرآن الكريم نأتي الآن إلى المحور الثاني وهو وجوب التحاكم لشرع الله عز وجل قال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك هذه الآية تؤكد تؤكد على وجوب الالتزام أو التزام النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل وعدم اتباع أهواء المتحاكمين إليه والتنبه على كذبهم وهم اليهود نأتي الآن إلى ذكر سبب نزول هذه الآيات وهذا سؤال مهم وهو موجود في التقويم السؤال الخامس في التقويم يقول السؤال لخص سبب نزول قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك نأتي الآن إلى ذكر سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال كعب بن أسد وابن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض هؤلاء ثلاثة كعب بن أسد وابن سوريا وشاس بن قيس هؤلاء الثلاثة من كبار اليهود قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك قد عرفت أننا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم إذن الآن هم يريدون أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا يا محمد إنك تعرف أننا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم وأن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفون الآن هم يعني يحاولون عمل نوع من يعني تشويق النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامهم وإدخالهم في الإسلام يريدون أن يقدموا عرضا نحن إن اتبعناك اتبعنا جميع اليهود ولم يخالفون في ذلك ولكن ما هو الطلب الذي يريدونه مقابل ذلك قالوا له وإن بيننا وبين قوم خصومة أي خلاف فنحاكمهم إليك يعني هؤلاء القوم سنأتي بهم عندك حتى تحكم بيننا فتقدي لنا عليهم أي تحكم لنا وبعد ذلك نؤمن لك ونصدقك فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنزل الله عز وجل فيهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن ماذا كان هدف اليهود من هذا العرض هو فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من ربه عرف أن هذا كيد من كيدهم وأنهم لا يبحثون عن الحق ولا يريدونه ولن يتبعوه أصلا ولن يتبعوه وإنما كان هذا عرضا من أجل أن يوقعوه في الفتنة ولكن الله عز وجل عصمه من ذلك طبعا سبب النزول يمكن أن يكتبه الطالب بأسلوبه وفهمه وليس من الشرط أن يكتب الطالب الأمر بحرفا حرفا أو بالحذافير يكتبه بما فهمه ولكن يركز على الأسماء يعني يركز أن الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن أسد وابن صوريا وشاس بن قيس قد يأتيك في سؤال اختر يعني مثلا يقول لك نزلت هذه الآيات واحذرهم أن يفتنوك في جماعة من اليهود منهم منهم كعب بن أسد أو أسد شاس بن قيس بن صوريا جميع ما سبق ماذا سيكون الجواب جميع ما سبق هذا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآيات الكريمات طبعا كما قلت هذه الآيات تؤكد وجوب التزام النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل طب لو أتى لي بالآية وقال لي ما المعنى المستفد منها يعني ما المعنى المستفد من قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ما المعنى المستفد من هذه الآية سيكون الجواب وجوب التحاكم لشرع الله عز وجل وعدم اتباع أهواء المتحاكمين إليه من اليهود أو من غير اليهود قبل أن ننتقل إلى النقطة التي تليها نذكر الطلاب أننا في درس التحاكم لشرع الله من منهج الثانوية العامة ومعكم لمعلم المادة محمد يحيسكيك من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين نأتي الآن إلى الآية الثانية والمهمة في هذا الأمر في وجوب التحاكم لشرع الله وهو قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون هذه الآية فيها عدة معاني مستفادة ما المعنى المستفاد من قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم إلى آخر الآية أولا يخبر الله عز وجل أن إعراض اليهود عن قبول حكمه إنما هو حرمان لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم إذن إعراض اليهود عن قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حرمان لهم ولكن هذا الحرمان له سبب بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وإصرارهم على أقوالهم وأفعالهم وطريقتهم ثانيا هون الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد يجده من ألم بسبب تمرد اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق فالله عز وجل هون عليه في هذه الآيات فبيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس عصاء خارجون عن طاعة ربهم ورسله فقال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون ما معنى فاسقون في هذه الآية أي خارجون عن طاعة الله ورسله وهذه قد تأتيني في المعاني ما معنى قوله لفاسقون فننتبه أنا قلت لكم قد يأتي ببعض الكلمات من داخل الدرس ما المعنى أو ما معنى هذه الكلمة نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير وهو التحذير من الإعراض عن حكم الله عز وجل قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذه الآية مهمة وفيها عدة معاني بلاغية الأولى في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون هنا استفهام ما الغرض من هذا الاستفهام هو استفهام إنكاري استفهام إنكاري والمقصود منه أفحكم الجاهلية يبغون أي توبيخ من يعرض عن حكم الله عز وجل ويأخذ بحكم الجاهلية فهنا إذا جاءني في سؤال اختر إجابة صحيحة الاستفهام في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون يفيد ألف النفي ب التعجب جيم التقرير دال الإنكار الإجابة صحية هو الإنكار نأتي إلى الشطر الثاني من الآية وهو قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما هنا أيضا استفهام ولكنه يفيد النفي يفيد النفي أو الغرض منه النفي فإذا جاءني فيه اختر ما الغرض من الاستفهام في قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما يكون الجواب الصحيح هو النفي فلا حكم أعدل ولا حكم أرحم من حكم الله عز وجل ولا يدرك ذلك إلا من إلا المؤمن وهنا يعني نراحظ ببعض الدروس يضع لنا في يعني داخل مربع صغير حديث نبوي فأيضا يعني الطالب يقرأه قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الألباني قبل أن نختم هذا الدرس دعونا نذكر بعض الأسئلة الختامية المهمة فيه السؤال الأول في اختر الإجابة الصحيحة يعود الضمير أو ضمير الهاء في قوله تعالى وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَلَا أَلِفْ المسلمين بَا قريش جيم اليهود دال النصارى الإجابة الصحيحة اليهود سؤال آخر الاستفهام في قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يُفِيد أَلِفْ التنبيه بَا النَّفِي جيم الإنكار دال التعجب الإجابة الصحيحة هو النَّفِي نأخذ سؤالا آخر أيضا وهو السؤال الأول في التقويم بَيِّن نوع الاستفهام في قوله تعالى وَأَنَا ذَكَرْتُهُ قَبْلَ قَلِيْلِ بطريقة سؤال اختر لكن قد يقول لك بَيِّن نوع الاستفهام في قوله تعالى أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ الإجابة هي استفهام إنكاري ومدام قال لي بَيِّن إذن أشرح ذلك استفهام إنكاري لتوبيخ من يعرض عن حكم الله عز وجل ويأخذ بحكم الجاهلية أيضا سؤال آخر مهم وأيضا هو من التقويم سؤال الثالث وضح المعنى المستفاد من الآيات الكريمات الآتية دعونا نأخذ قوله تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا المعنى المستفاد يأمر الله عز وجل الناس جميعا بالإسراع إلى شريعة الإسلام والعمل بما جاء في القرآن من أحكام ويبين الله عز وجل أن مصير الناس إليه يوم القيامة فيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق نأتي إلى سؤال علل إعراض اليهود عن قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حرمان لهم علل إعراض اليهود عن قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حرمان لهم الإجابة هي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم الإجابة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وقبل أن أختم أترككم مع سؤال ختامي أو سؤال التقويمي تجيبون عليه في البيوت إن شاء الله تعالى السؤال يقول لخص سبب نزول قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى هنا نختم طلابنا الأعزاء طالبتنا الكريمات لهذا الدرس ونصل إلى نهاية هذه الحلقة من شرح مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر حيث تناولنا في حلقة اليوم درس التحاكم لشرع الله عز وجل وتحدثنا عن عدة محاور تحدثنا في المحور الأول عن دعوة الله لجميع الأمم إلى المصارعة في التصديق بالقرآن الكريم وفي المحور الثاني عن وجوب التحاكم لشرع الله عز وجل وفي المحور الثالث والأخير عن التحذير من الإعراض عن حكم الله عز وجل شكرا لحسن استماعكم نلتقي بكم في درس قادم بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميج كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث التربية الإسلامية شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم طلابنا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى جميع الدروس عبر منصة ساون كلاود وبرنامج التفوق ويمكنكم تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية من متاجر التطبيقات بسهولة والبحث عن حساب برنامج التفوق بكل يسرع والاستماع إلى كافة الدروس